اتفاق أشبه بمكافأة لمن يستقوي بالسلاح هكذا عبر مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي عن رفضه لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي رفض أظهر حجم التباين والاختلاف بين المكونات الجنوبية إذا اتفاق الرياض الذي مكن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والمسيطرة على عدم بقوة السلاح من المشاركة في السلطة وبرر المجلس رفضه للاتفاق باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد وشرعنة للاحتلال السعودي كما وصف ذلك مضيفا أنه عمد إلى تكريس فكرة المحاصصة بين المكونات السياسية ويرى مراقبون أن رفض المجلس الوطني للإنقاذ الجنوبي للاتفاق كسر ادعاءات المجلس الانتقالي بتمثيل القضية الجنوبية وهو الأمر الذي سيعمل على إرباك المشاريع السعودية الإماراتية التوسعية في الجنوب وبموازتي ذلك اعتبر رئيس الحراكة الثورية الجنوبي حسن باعوم الاتفاق بأنه تجيش جديد للجنوبيين لخوض حرب ليست حربهم مؤكدا أن ما حصل يعد انتقاصا من حقهم في تقرير المصير وأمام جملة التباينات في المواقف بين المكونات الجنوبية إذا اتفاق الرياض يرى مراقبون أن التحالف لم يساهم فقط في إعطاء المشروعات الميليشيات التي يدعمها بقوة السلاح بل أعطى لنفسه شرعيات التحكم والتدخل في قرارات مؤسستي الرئاسة والحكومة بشكل شبه كله شكرا